بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو النهاردة عن ازاي تعمل تسجيل في التليجرام وتخليه بالبرد الالكتروني على طول يعني مش هيجيلك رسائل في الاسمس كل ما تسجل دخول اول حاجة بتعملها انك بتعمل بردنامج تليجرام تاني ودي لها طريطين ترى اللولة انك بتدخل في اعدادات الموبايل بتنزل تحت خالص هتلاع عندك هنا الميزات المتقدمة هتنزل تانا برضو هتلاع عندك هنا المرسل المزدوج اللي هي دي ويظهر هنا معاك التليجرام وسنابشات وكل حاجة فاحنا هيدا بنختار التليجرام بعدين نستول او تثبيت هتلاع التليجرام تثبت تاني بنروح نجيبه كده هتلاع عندك هنا فيه برنامج تليجرام تاني غير اللي موجود عندك وموجود عليها العلامة دي لكن الترى التاني انك بتحمل برنامج بيعمل من نسخة من التليجرام وهسيب لك لينك البرنامج في كومنت المسبت نجي للخطوة التانية ان احنا بنكون نفتحين حساب التليجرام في البرنامج الاصلي اللي هو ده فاحنا ده مش هنيجي عنده مدام فتحين الرقم بتاعنا بنجي هنا للبرنامج التاني اللي احنا عملناه بنفتح كده بتكتب هنا الرقم بتاعك بعدين بتعمل تسجيل دخول انت كده عملت ان ننجيلك كود الرقم بتاعك بعدين بترجع وراء اول ما يوصل الكود عندك بتدوس هنا على ايدت او تعديل وبعدين تطلع خالص وبعد ما طلعت من البرنامج بتمسحه نعمل النستول وبعدين نروح نسبته تاني بتعمل برضو تسجيل دخول ونقرر نفس الخطوات اول ما يجيلك برضو الكود بترجع وراء وتعمل تعديل تاني وبعدين تطلع من البرنامج بنروح نمسحه تاني برضو نعمل كده النستول وبعدين تروح تسبت البرنامج ونفضل نقرر الخطوات دي لحد ما فيه رسالة بتجيلك هنشوفها مع بعض بس هنعسرع الفيديو بعد ما قررت الخطوة حوالي 4 مرات هجيلك الرسالة دي ان انت حاولت عدة مرات وبيقولك الرجاة ما حاولها لاحقا فانت كده اتحذرت من التليجرام بس في خلال 10 دقيقة وربع ساعة بالضبط ولو اخر بيبقى ساعتين مثلا والحظر ده يتفك نشوف كده بعد ما الحظر يتفك اللي هنعمله بعد ما الحظر يتفك بندخل هنا في التليجرام بنجرب نكتب هنا الرقم تاني ونعمل تسجيل دخول هتلاقي زهر هنا معاك على طول بيقولك هنا هكتب اليميل بتاعك هوسجل عن طريق جوجل وان مش هيجيلك رسالة تانية في الاسمس كل الرسالة الدخول اللي انت هتدخل بها اللي اكونت بتاعك هتجيلك عن طريق جوجل فاحنا هنا بنكتب اليميل بتاعنا هيجيلك كود في اليميل بتاعك ونروح نجيب للكود ونحط الكود هنا وبعد ما عملت الكود هيجيلك كود تاني على الرقم بتاعك كده احنا عملنا تسجيل دخول بنكتب الاسم بتاعنا كده انت سجلت في التليجرام لو دخلنا هنا في الاعدادات نخليه عربي بس اللي اقول لو دخلت هنا في الاعدادات بندخل على الخصوصية والامان هتلاقي عندك هنا بريد تسجيل الدخول وظهر بالمنظر ده وله ضغطت عليه كده هنا بيقولك سيتم استخدام عنوان البريد الالكتروني في كل مرة يتم تسجيل الدخول فيها وتقدر تغيير البريد الالكتروني بتاعك انك بتدس على تغيير البريد وبتغيير البريد الالكتروني بتاعك ياريت لعجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوفه بقى الفيديوهات